هلا حبايبي اليوم بعلمكم طريقة الحنة اللي انا سويها على شعري طبعا هذا فيديو تعليمي الحين انا ما اسوي حنة بسبب وفاة امي فهذا بس تعليمي احتاج الحنة تكون نظيفة يا ما من العطار اما من اي حرمة بيعدكم حنة تكون نظيفة احتاج ملعقتين من الروب نص ليمونة بيضة وحدة كاملة هنة عندكم شاي اللبتن العادي اللي هو شاي الاحمر سوي بماء يدافئ هنة عندكم ملعقة من الكوفي بودرة الكوفي سوي بماء يدافئ هنة عندك الكركدي سوي بماء يدافئ اوكي شاي احمر كركدي وكوفي بيضة نص ليمونة وروب بس هذة كالي المكونات اوكي نسويها على الحنة كالي المكونات اوكي كركدي والشاي الاحمر اوكي والكوفي والبيضة كاملة والزبادي او الروب ملعقتين ونعجنهم بدين واحدين ما بقدر اعجن بعجن وبرجع اليكم احباي بعجنتها ما وايد ناعمة ولا وايد خشنة يعني زين قوام حلو زين الحين نغطي عليها اذا نفس اليوم انت تبي تستخدميها يا حبيبتي غطي عليها لمدة نص ساعة وبعدين حطيها على شعرش على الأقل ساعتين لا يقل عن ساعتين اوكي اذا كنت تبي تستخدميها اليوم التاني ففي الليل طول الليل خليها واليوم التاني استخدميها اوكي ويفضل يكون تستخدميها اكثر عن ساعتين بعد على شعرش حبة شعرش قامل حبة الفروة على حسب راحتك راحتك